أم أنه هناك أمور أخرى جعلت الوفاق يصل إلى هذه الدرجة درجة ماذا؟ درجة الأنصار يتهجمون على عبد الكريم بيرا هذا أمر بعيد يعني لكل ما نتكلم عليه كورت القدم أنتك يعطي درجة درس في كل هذه الأمور العنف ما يجيبش نتيجة ما يجيبش نتيجة من حقك يا موناصر تغضب للغضب يجي الاحتجاج في الملعب في الملعب تعبر بطريقة حضارية بطريقة حضارية تتعبر عن الغضب تاعك أما في الحياة الخاصة أو في الشارع أو في مكان العامل لأولادك هذه ماش مقبولة أنا عشتها لكن نتكلم على ضحية عنف أنا قدامك أنا مضرب بالموس هنا صحا حارق ليلي بنوفي داري عشت عشت لذلك عمري ما نقبل نشجع العنف في كورت قدم ما نتصور هاش وقال بيرا ما ناش حاب بينه في ستيف وفاق ستيف ما كمش حابين هذا الإنسان يبقى في وفاق ستيف ورح للملعب وقلوا رح خطينا شوفوا عبد الحاكم صررش حال يحب وفاق ستيف قال الآن أنه أنا مضرب بالموس قال أنه حتى حرقوا لي لبنو في داري وكل ما حدث في تلك الحادثة في كأس العرب على ما أعتقد صح كأس العرب بعد مباراة كأس العرب صح إلا أنه مشاهدين قال أنه أنا هنا أراني يواجد نولي الوفاق ستيف إذا فتحوا له الأبواب وعطاوا له المفتاح بطبيعة الحال وأنا هنا من أجل مساعدة وفاق ستيف هذو هما رجال وفاق ستيف اللي الأنصار يحبوا يكونوا مع الفارق أعب يصير إحنا أولاد لي كيف؟ وكما أنا أضر لك شبا ديك الشرعية التاريخية لأنك تعرفني ضد والله أنا أنسيان جوار إحنا هنا فيكي عشنا عشنا في النادي هذا أنا في عمر يسوى صنطر وزن الله يبارك من حيالي ثلاثة سنة تاع الإبتدائي كاملها أكل في الكرة خمسين سنة وكل في كرة غادة ما بيلاعب معلل أقول ويش تحب ما خرجت منا لومي ريال ويفاق ستيف هو اللي كان الفضل عليها أولي والسنة لليومراني جلس معك مع خوية معز وعمار سيدي ستوار دي فوتبال